موسيقى السلام عليكم في هذا المقطع سنقوم بالتعرف على برنامج ويندوز ديفندر برنامج الويندوز ديفندر هو عبارة عن برنامج من برامج نظام التشغيل ويندوز حيث يقوم بحماية جهاز الكمبيوتر من برامج التجسس السباي وير وبعض البرامج المؤذية للنظام سنقوم في هذا العرض بأداء الخطوات من خلال نظام التشغيل ويندوز 7 لأنظمة التشغيل الأخرى ستجدون في نهاية هذا العرض بعض الروابط المفيدة للبدء نقوم بالضغط على زر الستارت ومن ثم نختار كونترول بانيل في هذه النافذة نلاحظ العديد من البرامج للاستسهيل إيجاد برنامج الويندوز ديفندر نقوم باختيار طريقة العرض إما كاتيجوري أو لارج آيكنز أو سمول آيكنز نختار لارج آيكنز على سبيل المثال نلاحظ هنا برنامج الويندوز ديفندر هذا هو الآيكن الخاص بالبرنامج وهذه هي تسمية البرنامج نضغط على التسمية تظهر لنا هذه النافذة الخاصة ببرنامج الويندوز ديفندر للتحقق من البرنامج في وضعية التفعيل أو عدم التفعيل نقوم بالضغط على زر Tools ومن ثم نختار Options هنا لدينا العديد من الخيارات نقوم باختيار خيار الAdministrator نلاحظ أن البرنامج في وضعية التشغيل أو وضعية التفعيل أي أن البرنامج يقوم بحماية الجهاز من أي اختار للسبيوير أو البرامج المؤذية من ضمن خيارات أو خدمات البرنامج أيضا لدينا خيار سكان حيث يقوم بعمل سكان أو مسح شام الجهاز للتحقق من وجود أي مخاطر من السبيوير أو البرامج المؤذية للمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الموقع CyberC3 www.cyberc3.ae شكرا